تعالوا واحدة واحدة مصر عايزة تزود رقعاتها الزراعية وبالفعل بدأت في ده صح الرقعة الزراعية علشان تزيد بقى احنا محتاجين مية صح طب نعمل ايه علشان نجيب مية علشان نزود الرقعة الزراعية بتاعتنا فيه اكتر من طريقة فيه منهم طريقة بدأنا نشتغل عليها وبالفعل عملنا لها اكتر من محطة زي بالزبط كده ان احنا اشتغلنا على محطات التحلية طيب ايه الطريقة التانية هي انك انت تعالج المياه بتاعت الصرف وتستخدم هذه المياه بالشكل الاصح والاسلم والاقوم طيب ولما هتيجي تعالج المياه دي هتعالجها بانهي تكنولوجي لازم تعالجها بافضل واحدة تكنولوجيا او تقنية موجودة الان اللي هي المحطات المعالجة السلسية فتصبح الماء زي يصبح الماء زي الفل وتبدأ تستخدمه في الزراعة وبالفعل بدأنا نشتغل على اكتر من محطة وصولا الان احنا عملنا اكبر محطة من نوعها مش في مصر ومش في افريقيا ومش في الشرق الاوسط والمنطقة العربية في العالم تسمعها محطة بحر البقر حلو كده؟ طيب وبالمناسبة المحطة دي تكلفت تقريبا حوالي 20 مليار جنيه بتنتج تقريبا خمسة وستة من عشرة مليون متر مكعب كل يوم بنعمل محطة تانية بقى اكبر منها عشان تبقى عارف يعني طب المحطة اللي اكبر منها دي انا هعمل ايه بالمية بتاعتها هواديها على الدلتة الجديدة اه طب اما المحطة البحر البقر دي انا هوادي المية بتاعتها فيه هواديها على شمال سينة طبعا الرئيس قال يا جماعة احنا هنشتغل على من 600 ل700 الف فدان زراعي ما بين قديم وجديد لازم لهم مية فعندنا كده مية لازم تجلنا انا اظل وهنا هيصححني بعد شوية موانس محمد غانم عندي محطة المحسمة ومحطة بحر البقر نعاوز اصلح الارض وازرعها وارفع من معدلات انتاجيتها مشروع قومي ضخم عملاق لتنمية سينة وطبعا مصحوبة تعزيز منظومة استخدام الامثل الموارد المائية هنا نخلي معانا على التليفون المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري اهلا بيك يا فاند الظاهر ان المهندس محمد غانم مش معايا وانا استعجلت صحي كده طيب معانا طيب هنجيبه تاني الى ان نعود الاتصاب بالمهندس محمد غانم العالم وبالمناسبة يعني حتى المحطة بتاعتنا دي خدت ثلاث شهادات لحد دلوقتي من جانس ريكوردز للارقام القياسية العالمية كاكبر محطة معالجة مية واكبر محطة تحلية في العالم وزي بقولك وفي محطة تانية دي اللي بتتعمل علشان خاطر اظن دي ناحية منطقة الحمام او مدينة الحمام في الصحل الشمالي علشان المساهمة في زراعة منطقة الدلتة الجديدة اللي هما الاثنين مليون فدان اللي تكلمنا عنهم ولا احنا رحنا زرناهم لو تتذكروا وصورنا هناك وما الى ذلك مصر من الاخر خدت قرار انه بما انه ده طبعا ده قرار جديد اصلا احنا مكنش بنتعامل بالطريقة دي خالص يعني احنا كنا بنتعامل بطريقة تانية مصر اتبنت من اول وجديد في 2014 وهلوم مجرى حتى اللحظة اللي احنا فيها او حتى بكل اللي اقدر اوصفه بانه هو حلم وخيال حقيقي اتعامل قبل 23 نجد انه فخامة الرئيس بيقول لنا لا هو اللي فاتكم واللي جاي ده كنتني خالص بقى طب انا بجد والله العظيم راضي زمتك والله وخليني هنا هتكلم ما بين المنطق والعقل من جهة والعطفة من جهة اخرى كيف لا تحب رجل بهذا الشكل انا دايما نقول لك السياسة ما فيهاش بحبه ما فيهاش ما بحبش وبحبه وبقرأ وكلمنا الكلام ياه ده بس حقيقي هو انت زي ما تحبش حد بالشكل ده حد طول الوقت لا هم له على الاطلاق الا مصلحتك المباشرة كمواطن ومصلحت البلد انها تبقى احسن بلد في الدنيا مش هقول لك بس تقدر وتحترم وتؤيد وتؤازر وتقف في ظهره لا وهو تحبه تحبه لانه صادق بالمناسبة وليس صادقا فحسبه وصادق وعارف بيعمل ايه صادق وعارف بيعمل ايه ومستحمل وبرده مكمل